اشتركوا في القناة هو الان موجود في منزلة النثرة منزلة النثرة هاي للمحبة الزواج الصلح قضاء الحوائج رح ينكت فيها القمر لغاية الساعة 23 دقيقة من عصر اليوم الاربعة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن لغاية الساعة 26 دقيقة قبل المغرب بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة وللمشاكل طبعا حكينا ان القمر لما بيكون موجود في برج جميع الابراج بتاخذ شوي من صفات هذا البرج او من ميزات هذا البرج او سلبياته فعشان هيك بما انه موجود بالسرطان منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومن حاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بصير عنا حافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير لانه برضو بكون وضعهم او حساسيتهم بتكون في اوجها فسهل جدا انهم يفهموا غلط او يتحسسوا من الانتقاد هاد وتصير مشاكل بوسعنا بالفترة هاي شراء عقار او زراعة نبتة او شجيرة الانتباه اكثر لاطفالنا الاهتمام بامور البيت والعائلة يعني كلها امور تتعلق بالشؤون العائلية كاكثر شي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا مجموعة من الزوايا الفلكية السريعة والبطيئة بالنسبة للزوايا السريعة هي الزوايا اللي بتتشكل مع القمر الزوايا البطيئة هي بين الكواكب الكبيرة اللي القمر ما له علاقة فيها يعني زوايا بتكون بين الكواكب بطيئة الحركة اكثر اليوم اول زاوية رح تكون معنا هي زاوية تربيع وحكينا انه زوايا بتأثر على جميع الابراج وخدوها تكمل للتوقعات وفي نفس اللحظة بهاي الزوايا لما بذكرها ان كان صباحا او بعد منتصف الليل او ظهرا خدوها على انها طول اليوم لانه مداها مدى طويل للتأثير اذا كان مدى قليل بنحكي مدى قليل او من امتى لا امتى ولكن اجمالا كلها بتأثر طول اليوم فعشان هيك حاولوا انكم تنتبهوا من الزوايا الفلكية لانها مكملة لتوقعات الابراج اللي احنا منذكرها بالنسبة لزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الشمس يعني القمر الان اصبح ربع يعني نصف بدر تحديدا وهاي بتكتمل الدرجة اللي هي انحصار الربع الثالث بالنسبة للقمر الساعة واحدة و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 54 دقيقة بتوقيت الاردن هذا الاتصال بخلق عادة اشياء سلبية يعني حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر وبين الافكار وهذا الشيء بينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين لانه منكون متقلبين وحساسين جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 8 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 11 و 16 دقيقة قبل الظهر بخلق هذا الاتصال لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا ممكن يثوروا ثورة عارمة من الغضب ويسببوا مشاكل او خلافات للاشخاص اللي حولهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة يعني تأثيرها الو ثلاث ايام تقريبا ولكن الان راح يستمر تقريبا بحدود السبع ايام هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين الزهرة وبين نبتون وهي راح تكون فيه تمام الساعة اربعة وثلاث عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة سبعة وثلاث عشر دقيقة بعد المساء يعني عند المغرب تقريبا هاي الزاوية بما انها ايجابية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الاخرين لا الا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون فيه تمام الساعة خمسة وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ثمانية وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتوقيت الاردن هاي تأثيرات هالزاوية تقريبا تبدأ عند ساعات الظهر هاي بتحزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع ايجابي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو ايجابي اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي برضو زاوية بطيئة راح تكون زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين الشمس وبين زحل وهاي راح تكون فيه تمام ساعة عشرة وثمانتعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن ذروتها بتكون الساعة وحدة ومقريبا وثلث بتوقيت الاردن بعد منتصف الليل من اليوم التالي اللي هو يوم الخميس طبعا هي تأثيراتها الها بحدود الاربعة ايام مؤثرة ولكن راح تستمر تقريبا بحدود السبع ايام القادمة هاي زاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا ونقدر نتحمل المسئولية اكثر بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه القمر موجود بالسرطان مبارح انا اخطأت بذكر اليوم يعني انا حكيت انه يوم الجمعة يعني انه يوم الجمعة ويوم ثلاثين بنتهي هو الحقيقة خلو المسار اليوم تأكدت انا من معلومي لانه لفت انتباهي احد المتابعين انه انا اخطأت فيها خلو المسار القادم راح يكون يوم الخميس ثلاثين تسعة مش تسعة وعشرين ثلاثين تسعة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وثمانية واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم واحد عشرة حتى تمام الساعة اثناش وثلاثة وخمسين دقيقة اللي هي اول ساعة بعد منتصف الليل من منتصف الليل الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لبرج الاسد طبعا انا حكيت التوقيت بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة اه عصرا ببدأ خلو المسار بنتهي اه بعد منتصف الليل الساعة يعني اربعة الا خمسة فجرا اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع هو اصبح المربع الثالث اه ثلاث وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة واربع دقائق مساء بصغير اربع وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاث وعشرين عشرة اليوم الشمس منتحسي بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثلاثين تسعة منتحسي الان بنسبة خمسة عش في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة عش في المية وبتكمل لآخر النهار طبعا فيه ساعات المساء المتأخرة بتزيد نسبة السعودة عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 منتحسة بنسبة 15% طبعا سبب انتحاس الزهرة أو الإشي مكانها في العقرب هو مكان مش مناسب اثنين بتشكل زوايا سلبية قوية أقوى من الزاوية الإيجابية فعشان هيك منتحسة بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس برضو بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر اليوم استقر تماماً في برج السرطان يعني تقريباً بعض طاقة عالية جداً في برج السرطان وحكينا أنه من ساعات الصباح رح يكون سعيد اليوم رح تنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة طبعاً لا تنسوا أنه لما بكون في السرطان يعني بشكل زاوية تربيع مع برجكم يعني برضو بعمل نوع من أنواع الضغوط فيه إشي له علاقة بالبيت والعائلة رح تهتموا فيه بشكل كبير أهم إشي أنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم مشتريات ديكور ترتيب ولكن إذا كانت أجهزة إلكترونية أو كهربائيات بدكوا تدققوا بالضمان أو الكفالة تاعتها بشكل أكبر وأنه تتأكدوا من كفائتها بشكل جيد بتكديروا بالكم من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة خلال هذا اليوم ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك يعني فيه شخص ممكن اليوم يستفزك أو يتصرف بطريقة غير جيدة معاك وحاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان نظم جدول أعمالك ونشاطاتك بشكل جيد الأعباء اليوم عندك كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة طبعا بما أنه برضو القمر عطارد في بيت الشراكة والمريخ في بيت الشراكة ديروا بالكم من خلافات ما بينك وبين الشركاء وبرضو في نفس اللحظة شركاء العاطفي والمال وانتبهوا برضو من ردات فعل أو أشياء لها علاقة بالصحة أو إهمال صحي بدكوا تركزوا عليها بشكل جيد برج الثور طبعا القمر الآن استقر بالنسبة لإلكم في البيت الثالث وهو بيت حليف لإلكم بشكل قوي وبدعمكم بشكل كبير فعشان هيك اليوم ما رح تهدهوا نهائيا اليوم عندكو اتصالات عندكو تناقلات عندكو حوارات في عندكو مخططات كثيرة أو ممكن تيجي هاي كلها بشكل مفاجئ المهم اليوم ما رح تهده وتيرتك نهائيا من كثرة الأشغال اللي رح تكون مو كاللة إلك أو اللي بتكون أنت بدك تتممها في منكو رح ينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات السفر القصير طبعا الاتصالات التعامل مع أخ أو جار ممكن يكون اليوم له غاية معينة أو دعم معين أهم شي إنكو تكونوا أكثر صبر على الطرقات ديروا بالكو من التهور أو القيادة بسرعة يبدك تركز بشكل جيد هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو إذا كان عندك ندوة أو مناقشة معينة اليوم ممتاز جدا حاول إنك تدافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية حاول إنك أنت يعني تقنع بطريقة عقلانية بدون ما تعصب أو تخلي حد يستفزك بدك تنتبه لكلامك حاول إنك أنت تحفظ خط الرجعة أو خط العودي نحن نقول على أساس إنه ما تخسر كل أوراقك اليوم ممكن تتمم لقاءات أو اجتماعات لها علاقها بالعمل رح تكون جيدة تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة وبتكون لصالحك برج الجوزة القمر بما إنه رح يدخل على السرطان يعني بيت المال بالنسبة لي لك فعشان هيك اليوم بيحمل فرص لها علاقة بالمكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي إذا ما أجت من عمل إضافي بتيجي على شكل مستردات هبات مساعدات دعم عطايا إلك أموال عناسب تستردها اليوم ممكن تسترد مال بيعود لك أو تحصل على هدية معينة الأجواء جيدة بشكل إيجابي على المستوى المالي ولكن حاولوا لأنه شوي عطارد بيعزز نقاط إنه يخليك تصرف بقى بتكوا تخففوا من النفقات قدر الإمكان ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية يعني حاول إنك تراجع نفسك أكثر من مرة تشوف إيش المهم وروح اشتري نظم أمورك المالية وما تسمح للأقصاد بالتراكم إذا كان عليك ديون أو قروض أو مستلزمات مالية رتبها يعني ما تخليها شوي يصير فيها نوع من أنواع الصعوبات ادفع المستحقات والأولويات ما تخلي برضو أي شخص أنه يغشك اليوم أو أنه ينصحك بشيء وهو مش مناسب حاول إنك تستشير أهل الإختصاص بهاي الأمور اللي بيحاول يدفعك لتوظيف الأموال أو هذا مشروع ممتاز هذا بيجيب مكسب ما ترد عليه نهائياً يعني بدك تسأل بدك تستشير بدك تفكر بدك تستخير يعني يا بالما توقع على أي ورقة بدك أنت تركز اليوم ممكن يصير في بعض الاهتمام بصحة أحد الأحبة أو أمور عاطفية أو بتتعلق بالحبيب ديروا بالكم من الخلافات ما بينك وبين أبنائكم برج السرطان القمر الآن صار مستقر عندكم تماماً فعشان هيك الأجواء بتكون بالنسبة لألكم أكثر نشاطاً اليوم عندكم طاقة عالية جداً قدرة على إنجازك الكثير من مشاغلكم أهمش أنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بدون عصبية يعني ما تحاول أنك أنت بدك تقنع الشخص غصبت عنك بدك تقتنع وأنا اللي بحكي صحيح بدك بتكون بليوني بمروني بتوصل الفكرة هي أساساً رح يقتنع ولكن نظم كلامك ما تخلي كلامك عاطفي وعشوائي بدك تركز لأنه في زاوية القمر يعني بتخلي الواحد يكون مش منظم تزداد عزيمتك اليوم وبترتفع عندك المعنويات الحضوض بتكون جيدة وبتكون ناجحة في التحرك بأي اتجاه بدك تتحرك له هاي فترة إيجابية رح تلمس فيها نوع من أنواع الانفراج والتقدم وتجد أنه يعني ببلشت الأجواء تصير حليفة لإلك صحيح أنه في من موليد برج السرطان بيقولك إحنا مضغوطين في أمور بتتعلق بالبيت أو مصاريف منزلية عائلية ضغوطات بتتعلق بالأسرة مشاكل خلافات يعني إشي بتعلق بالبيت وبالعائلة هذا أكتر شيء بأرقك ولكن الزاوية اللي رح تشكلها الزهرة اليوم هي اللي شوي ممكن تعملك نوع من أنواع الحظوظ أو الدعم بالحظوظ صحيح أنه الزهرة مش مش سعيدة إلا أنه في هاي الزاوية اللي رح تتشكل رح تعطيك قدرات عالية وتدعمك في أوقات أنت ممكن ما تكون متخيلها برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا يا حصرتي عليهم القمر موجود في بيت المتاعب في البيت الثالث عنا المريخ وعطارد بتراجع يعني الأجواء لا نحسد عليها كمية الكواكب اللي موجودة كلها حتى اللي بتتراجع في الدلو برضو بتأثر لأنه بيت الشراكة فعشان هيك اليوم بتكون تنتبهوا إنه التعب رح يسيطر عليكم رح تنجزوا أو إنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل العاجل اخلدوا للراحة من وقت لآخر حاول ما ترهق حالك بشكل كبير هاي الفترة فارغة من الحضوض ممكن تخفي عداوة أو مؤامرة أو أشخاص بيحكولك شيء معين في الخفاء فبدك تكون أنت حذر من النقطة هاي ما تأمن سرك لحد بدك تتجنب المشاكل على أنواعها راعي أعمالك وسيرها مع أخذ الاعتبار التأخير في الموعيد يعني بدك تكرر المحاولة أكثر من مرة عشان الأشياء تمشي معك أي شخص بوعدك بشيء خلال هذا اليوم عادي تخدش بالوعد تاعه لأنه سهل جدا أنه يغير وعده سهل جدا أنه ما يلتزم سهل جدا أنه ما يزبط أساسا يعني ما بدعمك الحظ في هاي الأمور بالمقابل زي ما حكينا أنه في البيت الثالث عطارد والمريخ بخلوك عصبي متوتر دير بالك أثناء تنقلاتك بالسيارة ركز بشكل جيد أثناء حواراتك اضبط أعصابك بدك شوي التركيز الزهرة بتدعمك على مستوى البيت ولكن لأنها منتحس شوي ممكن في مشكلة عائلية أو حدث عائلي يعني تهتم في أكثر من الوقت الماضي برج العذرة بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء الجو جيد بالنسبة لك هو داعم بشكل كبير وممكن بعض الأصدقاء يدعموك بشكل جيد منكم أشخاص ممكن تتوجه لهم دعوة لحضور مناسبة معينة أو حفلة أو تشاركوا أنتوا في مناسبة اتجنبوا انتقاد الأشخاص اللي أنتوا بتحتكوا فيهم اليوم ما في داعي للانتقادات أو خفف من الانتقادات لأن طبيعة العذراء هو منتقد مش شرط أن يكون منتقد لاذع يعني منتقد للإيجابية ولكن اليوم حاول حتى الإيجابية ممكن الأشخاص ما تستقبل الكلام يعني حاول أنك أنت تقلل منها اليوم أنت بتحتاج لحجد التأييد بس طاعتك كسب تعاطف الآخرين وتميز في علاقاتك الفترة هاي يعني فيها نوع من أنواع النجاح الجيد صحيح أنه في بيت المال عندك المريخ بيضغطك باتجاه المصاريف بيضغطك باتجاه عدم التركيز في إدارة الأمور المالية بيجيب لك مصاريف من تحت الأرض بيضايقك ماليا بيخليك في ضائقة مالية أو محتاج نوع من أنواع المال عطارد بيخليك مش قادر تتخذ القرارات المناسبة اللي إلها علاقة في المال ولكن على مستوى أن الزهرة اليوم رح يتشكل زوايا جيدة اليوم رح تنشط أنت بالحركة بالاتصالات عندك قدرة على إيصال المعلومة أكثر وهاي بتدعمك بشكل جيد برضو تفتح من ذكائك وحدة تفكيرك بشكل ممتاز اللي ممكن تساعدك للفترة القادمة برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين طبعا هذا بالنسبة للكم بيت السمعة وهو بما أنه في هذا المكان هو زاوية تربيع معاكم بيركز على العمل بيركز للأشخاص اللي بدهم يقدموا على عمل أو على وظيفة أو عندهم مقابلة بتقدروا اليوم برضو الأشخاص اللي بتشتغل من ضمن مؤسسات أو شركات كبيرة اليوم يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية يصير تعامل ما بينهم وبين المسؤولين بتقدروا اليوم تثبتوا جدارتكم وتدافعوا عن مصالحكم هذا يوم مناسب لهذه الأمور برضو أهم النقاط اللي أنا بدي أنبهك لإلها أنه ما تتأخر عن عملك حاول ما تدخل بمشاكل أو ملاسنات ما بينك وبين زملائك أو ما بينك وبين رؤسائك بالعمل هاي قاعدة أساسية أما بالنسبة للأمور الأخرى بما أنه هذا بيت السمعة فميقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك حاول تركز بأعمالك بشكل جيد لأنه عطارد شوي بيخليك ما عندك التركيز القوي المريخ بيخليك متسرع أنه خلصت المعاملة خلصت شغلي بس أنت ما دققت فيه لا دقق فيه بشكل جيد ظروف ضاغطة ممكن تحمل لك فرص مالية اليوم أو مكاسب أو قدرة على أنك يعني تستغل شيء معين إلى علاقة بالمال وتحرز مكسب في بعضك ورح يهتم بتوقيع أوراق أو معاملات مع شركات كبيرة أو مؤسسات حكومية شوي ممكن يحسن الأمور مش ماشي معها بسهولة ولكن رح تمشي يعني كرر المحاولة بتمشي الأمور معك أهم شيء أنه ما في داعي لمخالفة القوانين ما في داعي للمجازفات ما في داعي أنك تشوه سمعتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت التاسع بما أنه في البيت التاسع يعني بيت حليف لإلك برج حليف وداعم إلك بشكل كبير يعني هو هذا بيت العلاقة بالسفر البعيد العلاقة بالتعامل مع الأجانب العلاقة بالامتحانات الجامعية بالقضايا القضائية بالاستراد والتصدير بالمناقشات بالبحوث بكل الأمور الإيجابية وحتى العلاقات العاطفية بتكون من خلاله جيدة فاليوم اللي أنا شايفه أنه في نشاط في أمور العلاقة بالسفر لبعض الأشخاص اتصالات بعيدة بكثافة رح تكون تعامل مع أجانب أهم إيش أنكم تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة لا تنسوا اعتارد في بيت المتاعب والشمس في بيت المتاعب والمريخ في بيت المتاعب هذولا بيضغطوا بشكل كبير وبيأخروا أمور عليكم ما بيخلوها تتم بسهولة ممكن تميل اليوم لأمور يعني بتطلب منك الاسترخاء أو الاستجمام أو هيك يعني بتحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية لكن بدك تحضر من الفوضى ما تخلي الأمور تتراكم عليك زيادة عن اللزوم هذه فترة مناسبة للتشاور عقد المفاوضات المشاركة في مختلف النشاطات هي دعم لألك بشكل كبير الزهرة طبعا اليوم لأنها موجودة عندك وبشكل زاوية ممتازة فعشان هيك هاي بتدعمك بشكل جيد ممكن تجيب فرص أو تكون أنت مرغوب بوجودك في أكثر من مكان وبالعكس بتكون عندك طاقة أنك ملفت للانتباه بشكل كبير برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الثامن وبما أنه في البيت الثامن لألك فهذا الموضوع بتعلق بالأموال وخصوصا الأموال اللي ما بتعود لك لحالك يعني اللي بيكون معك الشريك فيها الأموال الزوج أموال بنك أموال ميراث أموال ضريبة أموال تأمين كلها هاي اسمها أموال مشتركة فعشان هيك اليوم رح تهتموا بضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم أنه في نفقات في نفقات والنفقات برضو مقابلها في فرص لمكاسب مصدرها بتيجي شراكة أو تعويض الأهم أنك تنتبه من النفقات النفقات اللي ممكن تيجي على شكل مناسبات أصدقاء أصحاب إصراف هيك نوع من أنواع اللهو بدك تنتبه لها هاي النقطة بترغبوا اليوم في لفة الأنظار وعندكوا قدرة على تبديد الأجواء السلبية حاولوا أنك تخرجوا مع الأصدقاء وامرحوا ولكن بدون ما تفرضوا على أصدقائكم لهي نظرياتكم أو شخصيتكم وتتحكموا فيهم وفي نفس اللحظة حاولوا قدر الإمكان أنه ما تنجروا وراء الإصراف حاول أنك تفكر في بكرة في المستقبل باستقرار وضعك المالي الإدخار ما تستعجل بتوقيع عقد أو عملية تجارية أو عملية جراحية راجعها أكثر من مرة دقق فيها اسأل عنها حاول أنك تدرس كل الأفكار بشكل جيد ومنطقي أكثر من أنه عاطفي في بعض كورح يهتم ببعض المسائل البيتية والعائلية أو صحة أحد أفراد العائلة يهتم فيها بشكل جيد كمراجعة طبية أو مصاريف استشفائية من هذا النوع يعني تقريبا بدكوا تركزوا على كل الأشياء اللي حذرتكم منها برج الجدي القمر الآن مقابلك تماماً يا مولد برج الجدي موجود بالسرطان مقابلك بعطيك إيجابية ولكن بالمقابل بعطيك سلبية السلبية فيه أنه طاقتك ضعيفة ما عندك طاقة ما عندك عزيمة تحس أنه كل إشي هيك ما إلها القيمة في مضغوط بمعنى آخر فعشان هيك اليوم بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي اللي هي الشراكة العاطفية والمالية تحسينها تطويرها ولكن ابعدوا عن الخلافات ما في داعي للمشاكل والخلافات والأمور هاي ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة المصالحات المناسبات الإجتماعات هاي كلها والتفاهم هاي كلها أجواء إيجابية رح تكون لصالحك ولكن بدك تتجنب الانتقاد توجيه الملاحظات على أنواعها بتتحذروا من المواجهات الكلامية لأنه الأجواء سلبية جدا وهاي الأجواء يعني بتسبب اختلاق المشاكل فما تسمح للأجواء هاي أنها تأثر عليك بدك تدير بالك برضو على سمعتك بشكل كبير بدك تحذر المخالفات مخالفات القوانين الأمور القضائية تحذر المجازفات على أنواعها حاول أنك تلتزم بالقوانين بشكل كامل طبعا لأنه عطارد المريخ الشمس منتحسي في بيت السمعة فهدولة شوي كلهم بيضغطوك ممكن يصير خلاف أو جدال ما بينك وبين شخصية مرموقة خصوصا اللي بيشتغلوا بالتجارة أو بالأعمال اللي بتحتك بطبقة معينة من الناس دير بالك من سوء التفاهم الخلافات النقاشات ما بينك وبرضو ما تجازف وما تغامر يعني بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ممكن بعض العلاقات من الأصدقاء يعني الأصدقاء هم اللي يدعموك في مسائل معينة وبتكون الأمور هاي لصالحك برج الدلو طبعا القمر الآن صار في البيت السادس بما إنه في البيت السادس يعني عمل وصحة فعشان هيك اليوم بتحس إنه الأعمال بتمشي بصعوبة فيه نوع من أنواع تراكم الأعمال مش قادر تنجز كل شيء فيه فوضى هيك حاس إنه مخك مش مركز مزبوط على إنجازها أو إتمامها أو فيه شيء بمنعك من إتمامها طبعا هي لأنه مش هالبيت القوي لكثير رغم إنه ما فيه مخاطر إلا إنه بسبب خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بتكون تحاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من أعمالكم لأنه يعني حتى لو اضطريت إنك تعمل ساعات إضافية إنجزها ما تخليها ما تأجلها لأنه الفترة القادمة القمر بصير مقابلك طاقتك بتكون ضعيفة ما بتقدر تنجزها وبرضو بالمقابل حاول إنك ما تهمل صحتك صحيح إنه ما فيه إشي خطر ولكن إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك وحاول إنك ما تهمل بصحتك أهم إشي إنكم ما تدخلوا بمواجهة مع زملائكم في مكان زملاء العمل تحديدا اليوم رح تكثر عندك التنقلات وورشات العمل والاتصالات والحوارات على أنواعها ممكن يخيب ظنك أو يخيب آمالك بوعود من أشخاص أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو تتأخر أمور ما توصلك بالوقت المحدد فيعني هاي الأشياء ممكن هيك تخليك تكتائب فبدك تدير بالك من هاي النقاط وما تسأل عنها لأنه عطارد والمريخ والشمس اللي في البيت التاسع شوي بيضغطوك بهاي النقطة اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة أو عندهم مناقشة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض نهائيا هاي الفترة بتكثر فيها المسئوليات والالتزامات على أنواعها بدك تكون حريص على صحتك أهم إشي لأنها فترة شوي بتكون دقيقة تطلب منك الانتباه برج الحود طبعا القمر الآن بالسرطان يعني البيت الخامس يعني البيت اللي في الحظ في الحب في الرغبات في العلاقات في الأبناء في العواطف في الأمور اللي لها علاقة بالهوايات بالترفية كل هاي الأمور إيجابية يعني كل هاي الأمور دعمتك وبشكل إيجابي اليوم تجد أن رغبتكم قوية جدا أنكم حابين تجتمعوا بالأحباء وتعزيز العلاقة معهم مرافقتهم مقابلتهم تواصل معهم أهم شيء أنك اليوم ما تسمح لأي شخص أنه يغشك يعني بدك تكون فطن في هاي النقطة وخصوصا بالأمور المالية تحديدا أو بالعقود أو بالوعود أو بالأمور اللي يعني بتتعلق بالأموال المشتركة بدك تنتبه منها بشكل كبير ما تخلي عواطفك تسيطر عليك وتلاقي حالك أنك أنت انغلبت لا تكفل حد لا تضمن حد الفترة هاي بدك تهتم بأدق التفاصيل في كل الأمور اللي بتتعلق بالشؤون المالية ممكن تحمل هاي الفترة انفراج بسيط وتعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين أو حاول أنك تتحرك اليوم ممكن يجيك خبر من خارج البلاد أو من مكان بعيد أو من شخص أجنبي هذا الخبر انت بتنتظره ممكن يسبب لك انفراج معين ممكن يسبب لك سعادة معينة الفترة هاي ممتازة جدا اليوم وبكرة بتركز على الكلمتين هذولا أنه شخص من خارج البلاد أو أجنبي أو خصوصا اللي بنتظره معاملات اليوم وبكرة هي فرص قوية لهذا الأمر وفي نفس اللحظة بتلاقي أنه اللي عنده امتحان جامعي أو عنده مقابلة أو متخوف من تخصص معين إلى علاقة بالجامعة اليوم بتبلش الأمور تفرج في هذه المسألة عشان هيك بتكون تستغلوا الأجواء بشكل جيد اللي عنده سفر عنده أوراق عنده معاملات يحاول ينشطها بالأيام هاي بتكون الأجواء إيجابية وإن شاء الله النتائج بتكون جميلة اللي عندهم أمور تجميل وأمور هاي برضو ممتازة بالنسبة لإلكم خلال هذا اليوم وبرضو لنصف بكرة يعني لغاية ساعة الظهر من يوم الغد طبعا هيك بنكون تهينا إحنا من توقعاتنا بحب أشكر الأشخاص اللي علقوا بالتعليقات الجميلة اللي شجعتني صحيح إنه ما نحطش اللايكات بالعدد اللي كنت بطمح إله يعني كنت حاب إنه نتجاوز سقف الألف ولكن ما وصل الرقم لهيك إشي لحدوده يعني برضو أسعدني النتائج هاي أسعدتني شكرا للأشخاص المنتسبين بالقناة شكرا للأشخاص اللي بدعموا القناة من وراء الكواليس شكرا للأشخاص اللي بدعموني شخصيا إن كان نفسيا أو فكريا أو ماليا أو استشفائيا يعني بمصاريف علاج شكرا لإلكم بشكل كبير ما بدي أطيل عليكم اللي عجبوا المحتوى والأسلوب اللي إحنا ما نقدم فيه الأبراج بالفترة هاي اللي هي الشرح للمرن السلس اللي بدون تعاقيدات وفزلكات بطريقة علمية ومنهجية بتمنى إذا عجبوا هذا الأسلوب إنكوا تكتبوا لي آه حابين نكمل هيك لا حابين تختصر حابين تزيد أكثر مثل ما أنتوا بتحسوا أو بتحبوا حاولوا إنكوا تشرحوا لي بالتعليقات فتدندلوا تحت التعليقات واكتبوا اللي أنتوا بدكوا إياك وتمعين الدسلايك شكرا لإلكم برضو لأنه ما شاء الله نشطين في الأيام هاي تبعين البلاغات اللي بيبلغوا على القناة برضو شكرا لإلكم لأنه هذا الإشي بسعدني إنه لسه موجودين أنتوا هامكوا المحتوى وقاهركوا اللي إشي اللي إحنا من قدمه برضو هذا إشي بسعدني كثير يعني إنه لسه شوكي بحلكم بديش أعطين عليكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء